إذن مشاهدين للمزيد أكثر بشأن أزمة الدينار العراقي والتظاهرات التي خرجت اليوم في بغداد احتجاجا على الفشل الحكومي في التعامل مع الوضع الاقتصادي في البلاد ينضم إلينا في الستوديو الناشط السياسي العراقي الأستاذ سامر الساعدي سلام عليكم تحية لك أستاذ سينان وإلى قناتكم المحترمة ومشاهديكم الكرام تحية الله أهلا بك كنا نتمنى أن نتناقش في مواضيع أخرى ولكن قضية انهيار الدينار العراقي أمام الدولار اليوم وصرخات من المواطنين على انهيار الاقتصاد العراقي ووصول حالة المواطن المعيشية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات كيف تعلق على أزمة الدينار بدايته يعني حقيقة أولا هو أزمة الدينار في تماس مع حياة المواطن الأسعار المنتوجات الغداية وبالتالي شيء أكيد لازم أن يلعني حل جذري وليس حل ترقي نحن دائما نتعلمنا في الحكومة العراقية أو السياسة العراقية الموجودة أن يحلون الأزمات بقضايا ترقيعية وليس جذريا بالتالي أعتقد أن الأمر أصبح بأزمة كبيرة وبالتالي لا بد أن يجدوا حل لقضية الدولار وانخفاض الدينار العراقي وأنا أعتقد أن هذه السياسات النقدية سياسات المالية بحاجة إلى من حقيقة يضعه في المكان المناسب لأن يحسن أمور العملة العراقية يحسن أمور الاقتصاد يحسن كل هذه الأمور بالتالي لدينا أموال من الاحتياط لدينا ذهب لدينا مليارات في الشهر الواحد من المبيعات النفطية وغيرها أعتقد أن هذه كلها لا بد أن تكون بحسبان المواطن نعم الكل متفق على أن السياسيين هم لا يتأثروا بهذه القضية انخفاض ارتفاع صعود السوق نزول صعود هذه الأسعار ما أعتقد الكل مرسبة حالها والكل في مأمن من هذا الموضوع ألا المواطن البسيط وأعتقد أن أغلبية العراقين لربما في المستقبل أنه ينقسم العراقين للاقسمين طبقة أمراء وطبقة فقراء وهذا ما نحشاه وطبقة الوسطى تسحق وهذا ما نحشاه طبعا الدخول في الإجراءات الحكومية يعني ما المبرر لانخفاض قيمة الدينار رغم كما ذكرت تحقيق إرادات عالية من مبيعات النفط كذلك بطولة خليجي الأخيرة التي كان من المفترض أن يرتفع فيها قيمة الدينار العراقي واليوم الإنخفاض مستمر والإجراءات الحكومية شبه يعني لا قيمة لها يعني أولا ممكن أنه في قضية ما هو عرض وطلب للدولار وممكن ينخفض الدينار العراقي وهذه يعني حتى ترجمها أنه هذه دائما تحصل يعني في كل الأعوام ممكن الموسم الصيفي أو الشتوي أو الموسم الشراء نعم يصبح طلب ولكن ارتفع تسعار المفت نعم هذه يعني قضية جانب الجانب الآخر التهريب 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 وممكن أن تم سيطرته عبر المنصة ونظام سويفت وغذى كذا فهذه السندات والحوالات توقفت أصبح التهريب عبر الحدود البرية والحدود الجوية وأنا سبق وقلت أنه الدولار يتم شراء بالدينار العراقي وبالتالي ينخفض الدينار العراقي وتخرج هذه السيارات محملة بالدولارات عبر المنافذ الحدودية اللي هي مسيطرة عليها من قبل الأحزاب والحكومة لا تفرض سيطرتها على هذه المنافذ الحكومية ويبنى ما سبحت المنافذ الجوية يعني حكومة ما مسيطرها حقيقة حتى نتكلم بواقعية وبالتالي أغلبية المسؤولين يعني ممكن طائرات خاصة أو طائرات نعم الجوازات الدبلوماسية جوازات الدبلوماسية عدنا ما شاء الله فوق الـ 18 ألف جواز دبلوماسية وبالتالي هذه الجوازات الدبلوماسية هي أحدى آلية نقل الأموال للخارج وبالتالي أعتقد أنه هذا قضية قضية أخرى التلاعب في مزاد العملة أنا ما أعتقد أنه يوجد قضية في العالم مثل العراق مزاد العملة أعتقد أنه هذه القضية عملها السيدة الشلبي أنا ذاك وبالتالي لفترة محدودة الموجودين الساسة طولوا هذه الفترة لاستخدام مزاد العمو وهنا يصبح التلاعب عندنا كذلك مية ألف عفوا ألف وثلاثة وثلاثين شركة في بغداد فقط للصرافة وستمائة شركة في المحافظات ناهيك عن قليل كردستان هذه شركات حقيقة ممكن هي كذلك الضخم وتعزم الموضوع وبالتالي هذه شركات أغلبها ليس كلها أغلبها هي مرتبطة بجهات مرتبطة بأشخاص متنفذين يستفادون من بيع الدولار من خفاض الدينار وبالتالي أنا أعتقد هذه كلها قضايا ممكن أن تكون سهلة الحل لكن تبقى القضية العقيدة فوق الوطن أنوا يحولون الدينار العراقي ومألهم علاقة بالدينار العراقي أهم شيء التومان يقبل علينا خفز قناتكم متقبل بالعكس يعني فكرة اقتصاد العراق كيف يرهم باقتصاد إيران ويتم دعم إيران والتلاعب على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال دعم التومان باستمرار يعني أنا أعتقد أنه فضلوا قضية إيران وأن إيران تنشط اقتصاديا على العراق وأن يتراجع اقتصاديا ويتراجع وينخفض الدينار العراقي لكن أهم قضية أن الفتوى تبقى حاضرة أهم قضية أن الدولار أو الدينار العراقي يعبر عبر هذه المنافذ وبالتالي حتى أن تكون العراق بوابة اقتصادية لإيران ممكن أن إنقاذها في هذا الوضع المحرج وبالتالي أعتقد كثير من السياسين الاقتصاديين كثير من الشخصيات المعارضة كثير من السياسين الآن الموجودين في الدولة والحكومة قالوا يوجد تهريب إلى إيران عبر هذه المنافذ يعني جميعا بالمناسبة خلاص أترفهم نعم هم أترفوا في الفضايات بالتالي حقيقة أعتقد أنه حتى بالمناسبة هذه الحوالات السوداء نعم يوجد لحد الآن حوالات السوداء هذه تضر بالدينار العراقي تضر أن هذه الحوالات السوداء لحد الآن غير مسيطر عليها من قبل البيق من قبل هذه مزاد العملة لحد الآن العراق لديه خسارة 210 مليار في مزاد العملة نعم يعني هي الآن ليست مشكلة المحافظ وليست مشكلة حتى بناء البنق المركزي المشكلة في الشخص المناسب الذي يدير هذه السياسة المالية لماذا يريد استنزاف واستهلاك الدنار أو الدولار من العراق بهذه الطريقة؟ يعني أمور اقتصادي حقيقة وبالتالي كل المسؤولين الآن الموجودين هم لا يمتلكون شجاعة ولا جراءة في القرار السياسي إن كان اقتصادي وإن كان سياسي وإن كان عمني وإن كان عسكري بالتالي هم أنا أعتقد أنه القرار مسلوبي القرار القرار خارج من تصف أُرَد من خارج العراق من خارج الخالطة العراقية وهذا مما يؤثر على القرار السياسي على القرار اقتصادي على النمو الآن العراق حقيقة يحتاج نمو اقتصادي وتنمية اقتصاديا من هذا الرجل الشجاع الذي يعمل بهذه الفقرة النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية على العلاق اليوم ما الذي سيفعله بعد أن تمت اعادته مرة أخرى إلى البنك المركزي يعني سبقنا وحتى المؤسسة الدينية المجرب لا يجرب أولا هذا ما يعترفون بها طبعا كلهم مجربين نعم كلهم مجربين بالتالي أعتقد أن الفشل اللي كان في زمن علي العلاق غرق الأموال وتصريح السيدة النائبة الآن الموجودة حنان الفتلاوي بالرقم المختلف أو المختفي من احتياط البنك المركزي اللي هو معرف كم 35 مليار ذكرت أو كذا أعتقد أن الإدارة الفاشلة في سبق علي العلاق هي يعني لا تعطي حافز بإرجاع شخص فاشل وبإرجاع شخص تم غرق سبع مليار في زمنه وتم محاسبة المطر اكتشفنا الجاني الحمد لله كان المطر هو الجاني لأننا في كل مرة القتل والسرقات وغيرها الخطف كانت تسجل ضد جاني لكن في هذه المرة المطر هو الموجود هو الجاني نعتقد أنه علي العلاق مو مشكلة علي العلاق حقيقة وأن كان هو فاشل المشكلة قلنا بهذه الإدارة بالقضية المؤسساتية ليس فقط ببناء البنك المركزي أو بشخص محافظة البنك القرار أكبر من هذا الشخص نعم أو السياسة النقدي نعم بالمناسبة رئيس الوزراء قبل لا يصبح رئيس الوزراء سيد السوداني قال سوف أخفض سوف أعمل وهذه السوف ووسين بالتالي انصدمنا بالقرار أن البنك المركزي هو من يتحمل وأنا ليس لدي سلطة على البنك المركزي طيب بالحديث عن التظاهرات التي خرجت اليوم والإجماع الشعبي على رفض سياسات الحكومة الحالية والتي أودت بالدينار العراقي إلى أدنى المستويات خروج التظاهرات أمام البنك المركزي كيف قرأتها اليوم؟ حقيقة يعني من حق الشباب أن تظاهر أمام قضية سعر صرف الدولار بالمناسبة احنا قلنا هذه قضية جدا ملامسة لمواطن وبالتالي اعتقد أن هذه سوف تكون أول بداية الطلبات في المرحلة القادمة وبالتالي ربما نشهد اعتصام مفتوح الآن الشباب اليوم نوعا ما انسحبوا لقضية المحالة التجارية لقضية عدم التصادم أعتقد أنه الآن أصبحت هدنة بالمناسبة يوجد شباب موفد من المتظاهرين تسعة أو ثمان أشخاص دخلوا إلى البنك المركزي وطلبوا كالآتي أولا كشف كل المصارف اللي يتم عبرها تهريب الأموال عبر السندات أو الحوالات أو نقدا اثنيا محاسبة كل من تورط بتهريب المال العراقي ثلاثة محاسبة كل من يفعل بتسقيط الدينار العراقي وإدخال العملة المزورة وهذا يجب أن يحاسب حساب أسير بالمناسبة احتمال تدخل عملة مزورة إلى العراق ثلاثة والأربعة والأهم الشباب طالبوا اليوم أن سعر سرف الدولار يكون 117 أو 120 الموجودين في البنك المركزي المتفاوضين مع الشباب المتظاهرين وعدوهم أنه الأسبوع وعلى أساس بكرة أو بعد بكرة يخرج مؤتمر صحفي من قبل البنك المركزي لمناقشة نزول صعود الدولار تلبية للمتظاهرين لكن أنا باعتقادي لو تم هذا الموضوع يعني ما أعتقد أنه رح ينزلوا إلى 120 لربما 145 47 48 وبالتالي أعتقد أنه سوف نشهد مطالبات أخرى من المتظاهرين لنزور سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه في السابق وإلا أنا أعتقد اليوم سمعنا من الشباب أنه سوف يكون اعتصام مفتوح أسبوع لمدة أسبوع إذا لم يتم الاستجابة لمطالبتهم في قضية الدولار أعتقد أنه سوف يكون اعتصام مفتوح وهذه لربما تكون أنا سبق وأنا قلت الدولار لربما يذبح الحكومة المقبلة طيب إلى أي مدى تجد أن هذا الضغط الشعبي وضغط الشباب والتظاهرات يمكن أن يفرض على الحكومة أن تقوم بإجراءات إصلاحية سريعة تجاه الدنار يعني حقيقة يأسنا من هذا الموضوع ما أعتقد أن الحكومة هي تعمل إجراءات حقيقية وأصلاحية بالنسبة فقط ليس فقط إلى الدولار بكل الخدمات والقطاعات نعم نعم ولكن وصلت إلى لقمة المواطن ما أعتقد بالتالي أقول لك أنا محمي من المجتمع الدولي نعم أنا لدي ترسانة عسكرية أنا محمي من إيران أنا محمي بالمال السياسي أنا محمي بالنفوذ الشعب ممكن أن أتجاهل أو أقمعه عادي هذه وممكن أن أخدره بقضايا ترقيعية مثل ما صار بالبصرة مثل ما صار يعني هسا ذكرت أنت ممكن يرجع إلى 148 ما هذا اللي كانت الناس ما ترضى عليه أصلا يعني سعدوا إلى 160 نعم هم يرجع إلى 148 يعتبر إنجاز يعني نعم الشباب اليوم طلباتهم أنه إحنا ما نؤمن بقرار البرلمان حين قرر بصعود الدولار إحنا نريد أن نرجع إلى 120 أو 117 بالتالي حتى الأسواب تستقر وحتى الناس تشوف عملها أنت الآن حتى حاربت الناس في عملهم لا صحة لا ماء لا كهرباء بالتالي هذا العمل المحاربة فيه العمل في الأرزاق أعتقد نوعا ما ممكن هذه تكون أخطر مرحلة على الحكومة وعلى الدولة الرئاسات ثلاثة سلطات ثلاثة في المرحلة القادمة طيب هنا نور المالكة يقول أن أمريكا هي من تقف وراء انهيار الدينار ومع ذلك يدعو للتفوض معها لإيجاد حل كيف تفهم هذا التناقل؟ يعني نور المالكة ومن جابك مو أمريكا جابتكم ما صح له زين أمريكا هسا هي مستحية ولا خجلانة إذا تريد تطيح بهذه الحكومة وإذا تريد تمسك الأموال ما أمريكا في البنك الفيدرالي الأموال كلها موجودة بها وبالتالي أمريكا الآن هي دعمتكم وبدليل السفيرة أكبر سفيرة التقت بأكثر وزير بالسوداني وبقية السفراء على حد وخاصة الوزارات السيادية وبالتالي المجتمع الدولي هو لا يزال محافظ على هذه السلطة وخاصة مرشح حزب الدعوة والإطار السوداني بالتالي هذه الأضحوكة وهذه مثل ما قبل أمريكا ما جعلتنا نبني إسرائيل ما جعلتنا نبني بالتالي أنت تمتلك القرار وأنت حتى لو كانت أمريكا بالفعل هي مدخلة أنت السبب في إيصال العراق وفي إيصال هذه السياسة الاقتصادية والأمنية والعسكرية بيد أمريكا وتتحكم بك أمريكا لماذا السبب؟ حتى أنت تبقي مبصم بالعشرة وتعطي كل إمكانيات لأمريكا على أساس بقاءك في السلطة طيب أيضا اتلاف الدولة القانونية تهم الحلبوسي بعرقلة عقد جلسة بخصوص انخفاض الدينار والحلبوسي لا يأقد هذه الجلسة أعتقد تبادل الاتهامات ورمي الكرة الآخر يرمي الكرة على الآخر وبالتالي الصراحة أنه مجلس النواب هو مجلس لا يمثل إرادة الشعب حتى نكون واقعين وأنا سبق وأنقلتها في عدة فضايات الآن الموجودين الرئاسة اللجان البرلمانيين لا يمثلون الشعب العراقي لا يمثلونه حق تمثيلة وبالتالي كل المواد الدستورية اللي تخص المواطن العراقي عيش رغيد سكن صحة تعليم بنات تحتية تقاعد غاز ونفط كل هذه الأمور ما نشاهدها تناقش بالبرلماني العراقي نشاهد تناقش إفادات تناقش صرفيات مرات تناقش تقاعد غيرها غيرها لكن حقيقة أنا أعتقد أنه يوجد خلافات في الرئاسات الثلاثة وخاصة حتى في الرئاسة تأتلاف الدولة والإطار وبين الرئاسات بين الحلبوس وبين المالك وغيرها لكن هذه الخلافات ممكن أن تذوب إذا اجتمعت المصالح وبالمناسبة أعتقد أنهم يحتاجون إلى هذه الخلافات حتى تكون لكل واحد لديه ورقة ضاغطة لتحقيق شروطه وطلباته حين الجلوس على طاولة الحوار نتمنى أن يطول الحديث ولكن محكمين بوقفة الأستاذ سامر السعدي تحية الناشط السياسي العراقي شكرا جزيلا تحية لكم والقناة أستاذ سينان شكرا جزيلا حضرتك وعلى الاستضافة في الاستوديو شكرا لك شكرا لكم